يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل جماهير نادي الأهلي بتتبعنا يوم جديد حلقة جديدة السادسة تحياتي طبعا في البداية لحضراتكم يوم واحد بصدنا عن المباراة المنتظرة والأخيرة قبل توقف مسابقة الدوري عشان طبعا مشاركة المنتخب المصري في بطولة كاسر عرب اللي هتتلعى في قطر المنتخب هيسافر يوم السبت هقول لحضراتكم طبعا استعادة المنتخب وتحضيراته لرحلة سفر وان شاء الله بطولة تكون موفقة صحيح يبدو كده من اختيارات كارلوس كيروش أنه الرجل مش مراهن قوي أو أخد البطولة على أنها يعني نوع من الاحتكاك نوع من تجربة بعض اللاعبين لكن في النهاية اللعيبة اللي واخدها تقدر حقيقة تقدم صورة كويسة جدا لمنتخب مصر وزي ما قلت لكم من فترة رغم أنه التشكيل يمكن نوعا ما يعني في معظمه بعيد عن القوامل الأساسي للمنتخب لكن دي لحد ذاتها ممكن تكون حافز كبير جدا اللعيبة اللي بتظهر لأول مرة بتيشرت منتخب مصر إنها تثبت نفسها وتدافع عن فرصتها مع المنتخب في اللجاية وهو في منتخب الأمان ما فيش لعيب ما فيش لعيب في أي فريق في مصر ما بيحلمش يكون مع المنتخب في مشواره وفي مشاركته في كاس العالم فبالتالي ده أكيد يعني هيكون حافز كبير جدا الأهم وإحنا بنتكلم على مطش الأهلي واسموحة المحطة الأخيرة طبعا الهدف الأساسي النقطة 18 وأنا قلت لكم لو مش يناه كده مع بعض خطوة بخطوة سنة بسنة نقطة بنقطة أو تلات نقطة بتلات نقطة الأهلي إن شاء الله قادر يحقق رقم قياسي جدا الموسم ده لو حافزنا على تركزنا وتعاملنا مع كل مطشاط الدوري على إنها مطشاط كؤوس أنا بتقالي ده التحدي الوحيد قدام اللعيب تنادي الأهلي اللي عليها إنها تخلق بيحافز أو دافع عشان تحقق بطولة الدوري ومع البطولة بإذن الله تيجي مجموعة كده من الأرقام الخاصية وليه لأ إحنا الحقيقة مقدمين عروض أكتر من رائعة والسكوات بتاعتنا الحقيقة السندي ومشى تانية خالص أقول لحضراتكم طبعا يمكن من الحاجات الصعبة في مطش بكرة هو غياب تلاتة من الأعمدة الأساسية أو اللاعبين الأساسيين في النادي الأهلي طبعا ألف سلامة حسام حسن وألف سلامة علي معلول الاتنين هيغيبوا لمدة أسبوع يمكن لغاية لما يرجعوا مرة تانية عشان يدخلوا في التدريبات الجماعية فبالتأكيد هم برى القايمة بكرة ومعهم كمان عمر الصلية اللي عنده تلات إنزارات وبالتالي التلاتة دول غايبين عن مباراة بكرة لكن ده ما يقلق ناش نتمنى لهم السلامة ويتمنى لهم إن شاء الله يرجعوا بسرعة لكن حقيقة سكواد الأهلي مطمئنة جدا إلى حد كبير لغاية بكرة إن شاء الله سؤالنا هيكون موجودة على السوشيل ميديا هيكون مين هم أفضل تلات لعبين في النادي الأهلي في مباراة الأخيرة أمام غزة المحلة في انتظار إجاباتكم على فيسبوك على تويتر على إنستجرام وإن شاء الله بإذن الله الحلقة جامسة دي سنعل نتيجة مباراة المحل طيب خليني بقى قبل ما أدخل في الأخبار وحلقتنا النهاردة طبعا العالمي هنروح طبعا نتابع تمرينت الفريق ونتطمن على استعادات الفرقة قبل مواجهة سموحة لكن طبعا النهاردة يمكن تابعنا مباراة الجولة الأولى جولة الإسبوع الأولى يعني من مباراة الشامبينز ليج شفنا الحقيقة مباراة أكتر من رائعة شفنا تقلق لتشالسي بيفوز بفوز عاريد جدا على اليوبي بنتيجة 4-0 المان يونيتد بيرجع مرة تانية حتى بقى رغم الإخفاقات المحلية في البريمير ليج لكن حقيقة في الشامبينز ليج قدر أنه يتفوق على فيا ريال بنتيجة 2 وكمان بقى الميليخ انبارح ليفاندوفسكي جاب حتة جون علامي الولد الحقيقة والنهاردة فيه مجموعة من المطشاط المهمة جدا لكن أنا أرشح منهم لحضراتكم عندنا طبعا ليفر بول بورتو مباراة يعني طبعا فيها ليفر بول وبالتالي هيكون فيها نسبة مشاهدة أن المصرين داما عايزين يتابعوا محمد صلاح لكن مباراة تقريبا يعني ليفر بول خلاص ضمن التأهل ممكن النهاردة يوريجين كلوبي يشارك بتشكيلة إلى حد ما رايح فيها اللعيبة الأساسية عندنا مطشين مهمين جدا المطش الضرب نار المطش الأهم والأبرز النهاردة السيتي في مواجهة باريس سان جرمان والأتنين الحقيقة ضمنوا يعني فرصهم في التأهل بس مين يتصدر المجموعة ومين يجي في مركز ثاني ده اللي هتحدده نتيجة مباراة النهاردة وهو لقاء ثقري طبعا بعد ما تغلب البي أش جي على السيتي في مباراة الدور الأول كمان عندنا الميلين في أتلاتكم مدريد واحدة من الموجهات القوية جدا على كل أحوال التفاصيل هنتكلم عن ميركاتو نتكلم على الجي بي أس لعبتنا المصرية المحترفة في الخارج ونتكلم كمان على إعلان الأسماء ما قبل النهائية لاختيار الأفضل في العالم من قبل الفيفا خليني نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول